السلام عليكم. فاز الزمالك على طلاع الجيش اتنين واحد. فريق رخم. فريق بيعاند معاك. فريق مش سهل. طلط نقاط من فم الاسد. في مميزات ايوه طبعا في مميزات. في عيوب كتير. طول التسعين دقيقة النهاردة في عيوب. ولكن المميزات انك بتكسب وانت مش كويس. المميزات انك بتكتشف نجم زي سفل جزيري. لعيب بيقدر يجيب لك النهاردة. هدف من مهارة فردية. وبيصنع الفارق النهاردة. كسبت لعيب ناشئ. رجعلك من اول وجديد. زي اسامة. فصل. نهاردة عندنا كلام كتير اوي هنقوله. بس في البداية لو انت من الناس اللي فرحانة انها كذبت وخلاص هتردم على كده. تبقى الحلقة دي مش ليك. لو انت من الناس اللي عايزة تفهم بالزبط. وتتكلم. وتحلل. وتشوف ايه الصح. وايه اللي غلط. وايه مؤشر الخطر. اللي خلاص لما يروح يعني يحدي في مين شوية او شمال شوية. تبدأ تقلق. يبقى الحلقة دي لك. لان احنا هنتكلم بمنطقة الصراحة. هنتكلم بمنطقة الوضوح. هنفهمك بالزبط. ايه اللي حصل النهاردة في المباراة. واخطاء كارسية من بترس كارتيرون. له لان ربنا سطرها. عشان خاطر الجمهور اللي غالبان. اللي مش ناقص. يعني اللي بيحصل فيه. سواء من وزارة شباب الرياضة. ولا من اللجان المعينة. ولا من عدم الاستقرار اللي بيشهدوا نادي الزمالك. فمش يبقى الامور الادارية. ومش يبقى كمان الزمالك يتغلب النهاردة او يتعادل. فالحمد لله ربنا عداها على خير. عشان خاطر جمهور المحترم. عشان خاطركم يا جمهور نادي الزمالك. تعالوا بقى نخش بينا على الحلقة ونتكلم ونحلل وندردش مع بعض في كل الامور الفنية. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعض المحترم. النهاردة احنا معكم في حلقة جديدة. بس في البداية لو زمالكاوي وبتحب دائما نتابع اخبار الزمالك وملاخصات وتحليلات. مع بعض مباراية نادي الزمالك فاكيد هسعدنا اشتراكك معنا في القناة وتفعيلك. لزر الجرس. وفي نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. فاز الزمالك على طلاع الجيش اتنين واحد. بيوسع الزمالك الفارق مع الاهلي انتظارا لعودة النادي الاهلي بعد مباراة يوم السبت القادم بازن الله تعالى. النهاردة المباراة كان فيها امور فنية كتير جدا. النهاردة المباراة كانت مباراتين. مباراة في الشوت الاول ومباراة في الشوت التاني. مباراة الشوت الاول واللي حصل في الشوت الاول كارسي. تعالوا نبدأ النهاردة نشوف كارترون بدأ بتشكيل ايه? ونشوف النهاردة القصة كانت مشي ازاي على ارض الملعب. كارترون بدأ بمحمد عواد في حراس المرمى. عبدالغاني والوينش اتنين مساكين. حازم امان في اليمين. في الشمال محمد عبدالشافي. اتنين ديفندرز في نص ملعب طاري حامد وفرجاني ساسي. تلاتة اللي تحت رأس الحربة. اسلام جابر وينج رايد. اشرب بن شرقي وينجي ليفت. واحمد سايد زيزو اللي كان بيقوم دور البلين ميكان النهاردة تحت مهاجم محيد سيف الجزيرة. التشكيل كلعيبة كافراد انا ما عنديش خلاف عليه لان انت برا ما كانش عندك دكة تغير لك المباراة. بدليل نزول تغييرات زي مروان حمدي زي قصامة فيصل اه قصامة فيصل هو اللي جاد يعني هو اللي جاب الهدف وكسبك بس انا بتكلم برضو يعني قصامة فيصل نازل انت عارف ان هو مش يصنع الفارق. فانا بتكلمك على ما قبل الهدف. عندك سيف فاروق جعفر ما عندكش لعيبة تصنع لك الفارق. بسبب غيابش كبالا وامام عشور ووباما وعبدالله جمعة لعيبة من العارف سقيل. انما خلونا نشوف التشكيل النهاردة تشكيل كافراد كويس. انما كان توظيف جوه الملعب كان في مشكلة. ليه كان في مشكلة? البليميكر ده اللي هو بيمسك الكورة وبيبص يمين وبيبص شمال وبيطلع الوينجرز وبيساعد تخط الدفاع وبيروح وبيرجع وبصير كويس وبيستلم حلو. ده كله موجود في مين? موجود في اشرب بن شرقي. انما مش موجود في احمد سيد زيزو. فانا كان من وجهة نظري ان انت تلاعب اشرب بن شرقي وتلاعب زيزو او اسلام جابه في الشمال ده على الطرف ده او ده على الطرف ده او الاتنين يبدلوا مع بعض زي ما كان كارتيرون بيعمل قبل كده وكان باتشيكو برضو عملها اكتر من مرة. كان اشرب بن شرقي هو اللي قوم بدور لقى كارتيرون ما عملش كده. لعب احمد سيد زيزو لعب مجتهد لعب بيجري لعب مش عارف ايه. انما ما عندوش الرؤية. مش لعب على الرأي فاروق عفو كيف بقولك لعب بصير. بيبص وبيشوف وبيطلع. زيزو ما عندوش الحتة دي. شفنا الزمالة كتزبط امتى? عشان اديك يعني يعني مؤشرات لصحة كلامي. الزمالة كتزبط الشرطي التاني. طب ايه اللي حصل في الشرطي التاني اللي احنا هنجيله? مش حصل ان ساسي بيلعب جنب طريق حامد. ساسي زق شوية لقدام. وساسي كرته حلوة زي اشرب بن شرقي. وعينه حلوة. ورجله حلوة. وبيوصل للجون حلو. ازا مالك اتغير? ازا مالك اختلف? ده قصدي. عشان افاهمك دور اللي هو كان المفروض اشرب بن شرقي اللي يقوم به النهاردة. انما كارتيرون لاعب احمد سيد زيزو في علامة استفاهم غريبة وعجيبة. كان عندك حل تاني انك ممكن تلاعب باسلام جابر جنب طريق حامد. لعبة قبل كده ولعبة قدام الرجاء. في مبارات الزهاب في دورة ابطال افريكي في دور قبل النهائي. لعبة قدام الرجاء. كنت ممكن تلاعب باسلام جابر جنب طريق حامد. وتزحزح شوية ساسي لقدام. هو اللي يقوم بدور رقم عشر. زي ما شفنا في الشوت التاني. انما برضو كارتيرون ما عملش كده. نهاردة كان الزمالك بدأ محمد عبدالغني بيتميز عن محمود علاق بيه محمود العلاق بيتطفش الكورة. محمود علق الكورة بتجيله بيلعبها طويلة على طول. نما محمد عبدالغاني بيستلم الكورة وبيبدأ يلعب وبيطلع اليمين وبيطلع الشمال وبيدل الطارق والطارق ياخدو الكورة. ويوزع. فكان بيعمل كويس كان بيطلع بالكورة كويس من تحت الفوق معه برضو. نفس الكلام اللي اتنين بيطلع بوالكورة حلوة اوي. عكس محمود علay اللي ما كانش بيطلع بكورة اللي كان على طول بيشتت ورغم كده كان الكابتن عبد الحميد باسيوني عامل ضغط على محمد عبد الغني وعلى الوينش عامل ضغط بحيث انه ياخد الكورة ويخطف ويعمل المرتدة على الزمالك طب عبد الحميد باسيوني كان عامل ضغط بمين عبد الحميد باسيوني كان عامل ضغط من اليمين باحمد سمير ومن الشمال باسلام محارب وناصر منسي كان بيخش ده غير عمر جمال فكان عامل ضغط بالاربعة دول كانوا الكورة بتيجي لمحمد عبدالغاني او للوينش كنت بتلاقي ضغط غير طبيعي على دفاع نادي الزمالك النهاردة الشيط الاول لعيبة الزمالك وكاترون عملوا كل الاخطاء اللي ممكن يعملها بفريق كرة قدم لعيبة الزمالك النهاردة كان ساسي تحديدا واشرف بن شرقي لعب استعراضي غير طبيعي احمد سيد زيزو انانية غير مبررة النهاردة اسلام جابر نفس الكلام برضو مزاهر جابهة يعني حزم امام اه عرضية عرضيتين انما ما كانتش شغالة بالشكل المطلوب الجابهة بتاعت محمد عبدالشافي عبشافي واقف بس عبشافي انا اتدي له العزر انا عارف عبشافي كان واقف ليه عبشافي كان واقف لانه كان قافل على احمد سمير وده اللي خلي احمد سمير ما يظهرش النهاردة احمد سمير طبعا بيظهر في مرشاط الزمالك ايه؟ ميسي ده اللي كان مخلي احمد سمير النهاردة ما يزهرش بسبب ان عبدالشافي كان قفل عليه وكان مغطي عليه وزكاء عبدالشافي عشان كبير في السن ما كانش بيدي مساحة كبيرة ما بينه ما بين احمد سمير كان على طول واقف قريب منه ده كان بيخلي الكورة لما تيجي لأحمد سمير عبدالشافي ما يعملش مجهود انه روح ياخدها نهاردة كرتيرهم في الشيط الاول سايب الكورة لطلاق على الجيش هو رد فعل مش هو الفعل نهاردة الزمالك كان سائي جدا لعيبة تايها لعيبة واقفة ساسي زي ما قولنا لعب استعراضي بين شرق استعراضي زيزو لعب اناني يعني اناني جدا مش بيلعب مع زميله وطاري حمد اللي كان شايل نص الملعب النهاردة لوحده تحس فيه هدوء من لعيبة الزمالك ما تحسش اللعيبة بتلعب على الدوري ما تحسش اللعيبة عندها دافع وبتلعب في يام صعبة سواء يعني يعني ظروف مناخية يعني ظروف بقى ادارية ولا ظروف فنية فالنهاردة رعيبة زمالك انا استغربت على الهدوء اللي عندهم والسبات النفسي اللي عندهم عشان تيجي في ديئة 26 الكورة مش اوف سايت عمر جمال يضرب بالوف سايت ويعني طبعا كان مغطي وياخدوا الكورة عمر جمال يعدي من محمد عواد تعدية انا اتضيقت على عواد تعدية ده ما تقيل ما تتعداش كده من فوق عواد بالسهولة دي ده حصل ليه عشان عواد اترمى بدري عواد لو ما كانش اترمى بدري عواد كان ضغط عادي وخدوا الكورة انما عواد اترمى بدري عمر جمال استغل الخطأ بتاع محمد عواد وحطوا الكورة لوب عداها وبعد كده رحطتها في الجول للامانة جون حلو بعدها بعدها مفيش من لعيبة الزمالك برضو نفس الحمية السكن ديبول على طول واغدينه لعيب الطلاء عالجيش الزمالك مبياخدش الكورة التانية خالص الزمالك الكورة التانية مبياخدوش خالص تحيس النهاردة طلاء عالجيش بقى فيهم انسجام وقفين في ارضية الملعة كويس توظيف اللعيبة عم حميد باسيوني يعني كان النهاردة عامل توظيف لعيبة بشكل جيد جدا وبالذات الخط الامامي انتشار النهاردة بتاع لعيب طلع الجيش افضل من انتشار لعيبة الزمالك اسلام محارب النهاردة كان عب حميد باسيوني رمي على حزم امام وعد من حزم اكتر من مرة عكس احمد سامير اللي كان عب شافي مفتح له وعب شافي كان وقف له بالمرصاد الشوت الاول في دربتين جزاء لم يحتسبهم تماما الحكم محمود عشور واحدة لاسلام جابر واحدة لسيف الدين الجزيري. النهاردة احمد سيد زيزو هو بيلعب بلاي ميكر كان بينسى وبيسرح كنت تبص تلاقيه في اوقات كتيرة جدا رايح نحي تجابها لمين? فده كان بيفض نص الملعب. فكت الكورة بتتلعب في نص الملعب على طارق وساسي لوحديهم اللي هما الاتنين اللي في قلب الملعب. وكان في اوقات كتيرة لعيبة طلع على الجيش بتستغل مساحة اللي في ظهر طارق وساسي اللي موجودة في اغلب مباريات نادي الزمالي. مساحة الخلفية اللي في ظهر طارق حامد. وفي ظهر فرجاني ساسي كارسة. اي فرقة بتلعب عليها لو لعب بليه ميكر حريف زي مجدي افشا كده او محمد ابراهيم او صالح جمعة او او اللعبة الحريفة دي لو بيلعبوا صاد الزماليك ومركزين شوية هيتعبوا الزماليك جدا 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 خلش الشوت الاول بتقدم الجيش اه واحد اه صفر تعالوا بقى يلا بينا نروح الشوت التاني ونشوف كارترون وعبد الحميد بسيوني عملوا ايه في الشوت التاني الشوت التاني بقى بدأ وكارترون بدأ يفوق بدأ يصحى من النوم بدأ يحس ان التأليف اللي عمله والتوظيف اللي عمله للعيبة في ارض الملعب كان غلط عمل ايه كارترون الشوت التاني ودى احمد سيد زيزو مكانه الطبيعي في اليمين واسلام جابر رغم انه هو مكانه الطبيعي في اليمين بس جابه في الشمال اسلام جابر لعيب اشور نفس فكرة عبدالله جمعة كده لما بيلعب قدام عبدالشافي او قدام بالفتوح. اسلام جابر جي في الشمال. وبين شرق يجي من الشمال ده خلوا العمق الفرقة بدأت تتذبت شوية. بس كده لأ عمل كارترون حاجة تانية كويسة جدا. يعني كارترون طلع شوية فرجاني ساسي. انت عارف ان طاري وساسي بلعبوا جنب بعض. لأ طاري اتأخر شوية وبقى ساسي هو اللي قدام طاري. فبقى عمق الملعب بقى فيه اتنين لعبة كورة. اتنين لعبة بيمسكوا الكورة. اتنين لعبة حريفة. يمكن ساسي لما اطلع في الحتة دي بدأ يفوق. بدأنا نشوف خطورة فرجاني ساسي. بدأنا نشوف البيانيات اللي بلعبها فرجاني ساسي. الزمالك حتى النهاردة عجبني في الشوط التاني بدأ يعرض الملعب قوي. عبدالشافي واقف على الخط وحازم امام واقف على الخط. وده بيهلك لعبة الجيش بيعمل مساحة يعني مساحة كبيرة الزمالك بيلعب فيها. فلعبة الجيش كان بتبزي المجهود بسبب بتاع الملعب. في الدقيقة اتنين وخمسين الكورة تيجي في ايد لعيب الجيش محمد ناصف انما كان يعني للامانة جات في ايد احمد ساد زيزو الاول ومحمود عشوري استنى الفار والفار ما يحسبهاش وانا اعتقد ان ما فيهاش اي مشاكل ولا فيها ضرب الجزاء وكورة عمري جمال مش اوف سايت لان الوينش كان بالفعل مغطي مصادة التسلل انما الزمالك الشط الاول كان ليه ضرب تين جزاء واحدة بتاعت سيف الجزيري والتانية بتاعت اسلام جابر محمود عشور حتى لو لجأ للفار كان حسابهم انما هو مش عاوز يلجأ للفار عشان بقى تيجي في الدقيقة تسعة وخمسين اسلام جابر يعمل كورة اه طولية لسيف الجزيري اللي بصراحة كان فيه لعيب واقف معاه وسيف الجزيري يلمه لما حلوة قوي ويحطها يشمعها في المص حتى الكورة من كتر حلوتها فضلت كده في الشبكة شوية يعني سواني كده وراح توقع على الارض جون جميل جدا لان سيف الجزيري ربنا بيكافؤه هو اللعيب المتحرك الوحيد هو اللي بيلعب في المساحات هو اللي بيسقط في ظهر المدافعين عمل قلق من اول المباراة مهاجم اه للامانة مهاجم كويس ومهاجم يعني اتمنى ان يعوضنا عن مصطفى محمد اللي لغاية دلوقتي مصطفى محمد مش لقيين حد يعوضنا عنه توقيت الهدف رائع في اول ربع ساعة ادى اللعيبة نص ساعة تاخد نفسها وتجيب جون تاني انما اللعيبة رفضت اللعيبة يعني قابت انها تستغل النص ساعة دي لان الهدف جيف اول ربع ساعة دي حاجة كويسة جدا فعندك نص ساعة بقى يلا تقدر تجيب في يوم جون تاني لأ فضلت لعيبة نادي الزمالك مستنية 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 لغاية الديئة واحد وتسعين زي ما قلت لك السكند بول مش بتاعنا لعيبة الزمالك مش بتضغط خالص على لعيبة الجيش على عكس تماما لعيبة الجيش كان بتضغط على لعيبة نادي الزمالك انما لعيبة الزمالك ما كانتش بتعمل البريس على فريق طلاع الجيش لذلك كنت تلاقيهم النهاردة بلعبوا مرتاحين بيمسيكوا الكرة براحتهم من رجل للرجل من رجل للرجل والكرة مش بتقطع عشان اصلا ما فيش حد بيضغط الزمالك بدأ اتحرك افضل بنشرق النهاردة مش بنشرق اللي احنا عارفينه مش هو ده اشرب بنشرق بتاع المطشاط اللي فاتت اللي كلنا توسامنا في الخير وقلنا اشرب بنشرقي جاي اشرب بنشرقي مستوى في ارتفاع وتطور مستمر نما اشرب بنشرق النهاردة ما كانش موجود احمد سيد زيزو على مستوى المجهود عمل مجهود كويس بيروح دفاعه وهجوم موجود في كل حتة في ارض الملعب انما احمد سيد زيزو الكرة بتجيله بيبقى تصرفه فيها يعني يقم يلعب يقم يشوت شوطة بتبقى تصرفه فيها غلص فيها يا زيزو لو انت ما بتعرفش تشوت رغم انك بتعرف تشوت وجبت جوان كتيرة من الشوت بس لو انت يا زيزو ما بتعرفش تشوت خلاص باصل زميلك ايه لعب مع زميلك انما مش كل كرة جايلك مقنن فيها وايه ويعني بوش رجلك على طول عجون ده ما ينفعش لانك ممكن تضيع موجود فرقة كاملة في الديقة سبعين كارتيرون بقى بدأ يعمل ايه كارتيرون بدأ يقلف كارتيرون في الديقة سبعين بدأ تحس ان هو خلاص بقى الوانوانة بدأت تشتغل في دماغه كارتيرون عمل ايه خرج اسلام جابر اللي بدأ يتقلق وهو اللي صنع الهدف لسف الجزيري وكان عامل جابعة حلوة مع محمد عبد الشافي وبدأ اسلام جابر يروح وعمل اكتر من مرة بالمناسبة لعبة عرضية لسف الجزيري فكارتيرون لقى اكويس راح مخرجه وراح منزل مروان حمدي عشان الخطة تتقلب لايه اربعة واحد اللي هو طريق حامد واحد ساسي اتنين بنشرق في الشمال ويزيزو في اليمين وجوه اتنين يبقى اربعة واحد واحد اتنين اتنين دي كانت الخطة اللي كان اللي كارتيرون لعب بها لعب اتنين مهاجمين مروان حمدي وسيف الجزيري في الديئة واحد وسبعين على طول مروان الكرة تعدي من تحت رجله الظاهر يبقى في مروان الناس تشد في شعرها في الزمالك منه وفي مروان الناس تشد في شعرها من الاهلي منه بدأنا بقى خلاص ناخد السكن دي بول تاني بدأنا ناخد الالتحامات بدأنا نختارك دفعات الجيش وبدأنا نلعب على دفعات الجيش في الديئة 78 كارتيرون يصمم على التأليف كارتيرون يصمم على الخزعبلات عشان ينزل حمزة المسلوسي بدأ من فرجاني ساسي وينزل اه اسلام اه جابر واسلام جابر بنزل بداله اه اه عمل التغيير ده المسلوسي نزل بدل اه بدل ساسي ساسي كان كويس ما عرفش برضو لما ساسي بدأ يفوق ما عرفش كرح كارتيرون مخرجه زي اسلام جابر زي اسلام جابر واول المسلوسي طبعا نزل اللعبك يمين وحرك حزم امام قدام شوية الفعالية قلت بتاعت نادي الزمالك بسبب خروج ساسي المتقلق وخروج اه اسلام جابر المتقلق في الديا اربعة وتمانين يعمل بقى كارتيرون تغييرين دفعة واحدة وتغييرين هنتكلم فيهم باستفادة نزل اسامة فيصل وسيف فاروق عفر بدل من الجزيري وحزم امام اللي يشوف كده المنطق يسيبك من نتيجة دلوقتي ويسيبك من اللي جاب الجون دلوقتي يعني عايزك تركز معي في احداث المطش بس ومالكش ده عميل اللي جاب الجون دلوقتي عشان تفهم قصدي انك تنزل سيف فاروق عفر لعيب لسه ناشئ وعاد مطاري وقصامة فيصل نفس الكلام لعيب برضو لسه ناشئ وبقى له كتير بعيد انك تنزلهم وانت واحد واحد وقصد الجيش وماتش ريخم وماتش ده متقيل انا اسف انت كده بتحرقهم انت كده بتحرقهم لولا ستر ربنا وقصامة فيصل جاب الجون من فاول عمله سيف فاروق عفر رفعوا احمد سيد زيزو دخل عليها قصامة فيصل بدماغه ده ستر ربنا عشان خاطر الزمالك يخرج كسبان عشان خاطر الزمالك يعني جمهوره يستهل الفرحة بعد اللي الجمهور شايفه الفترة الاخيرة لما اسامة فيصل اللي جيب لك جون في الديها واحد وتسعين وهو اصلا بعيد اسامة فيصل الاوي اعتقد ان اسامة فيصل هيكون هيناغل شوية في سيف الدين الجزيري واعتقد مروان حمدي وحميد احداد دوره من تلغط كده خلصت المباراة ولكن ما خلصتش الدروس لازم ناخد درس اللي هو ايه انزل المطش العب انزل خلص في الشوت الاول عشان تيجي في الشوت التاني اليوكا نزلت هقول لك ماشي لا قدر الله اصابة لا قدر الله طارد لا قدر الله تبقى انت غطيت وخلصت انما ما تجليش تقعد ضغط لي او ما تغط لي الشوت الاول وتيجي تعوض الشوت التاني مش كل مرة تسرم الجرة شفتها في مطش الاهلي لما لعبت تحت الكورة شفتها في مطش الاهلي برضو انت لعبت تحت الكورة يا كارتلوني النهاردة لما كنت افضل ان انت تهاجم وتباغت من الشوت الاول وتجيب جون وتجيب اتنين انما للاسف دي عادتك ولا تشتريها الحمد لله الامر عدت على خير عندنا المصري يوم اللي اتنين عندنا مطش صعب طلت نقاط مهمة جدا وطلت نقاط غالية ان شاء الله ممكن يفرقوا معنا في السباق الدوري الف مبروك يا جماهير نادي الزمالك الف مبروك يا زمالكوية وان شاء الله بازن الله في مطش المصري نبارك لبعض بازن الله على الفوز والحصول على طلت نقاط الهمة جدا 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 من انياب برسعيد او ابناء برسعيد وصلنا لنهاية الحلقة وفي النهاية لو انت زمالكاوي بتحب دايما تتابع اخبار الزمالك وملخصات وتحليلات مع بعض مباراة نادي الزمالك فاكيد هسعدنا اشتراكك معنا في القناة وتفعيلك لزير الجرس وفي نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك وشير الفيديو اشوف حضراتكم على خير بازن الله تعالى والسلام عليكم تخلونا ناخد اصحاب التوقعات الصحيحة اربعتاشر واحد يا مؤمن توقعوا توقع اه صحيح وتوقعوا انتهاء المباراة اتنين واحد لصالح نادي الزمالك تعالوا نقول لكم على اسمائهم اه اول واحد ايات صابر رقم اتنين محمد شعبان بس محمد شعبان قال اتنين واحد او تلاتة واحد فهنحسبها لمحمد شعبان انه هو توقع توقع صحيح في احمد برو توقع وفي اكاونت مكتوب عليه اف بس ده برضو توقع واحمد ميدو وفاير فانك اكاونت اسمه فاير فانك وفي جسم مصطفى جيم سين ميم جسم مصطفى ومحمد عادل غزال ومونة سعيد وكريم محمد ويوسف هيسم واحمد هشام وايات خالد واكاونت اسمه السياد دول اصحاب التوقعات الصحيحة معنا النهاردة في مباراة الجيش اشتركوا في القناة